اشتركوا في القناة اشد جلالته ايده الله بدور عائلة فخرو في خدمة الوطن وعساماتها الطيبة في الانشطة والمشاريع التجارية والاستثمارية والاقتصادية وفي مختلف القطاعات ومبادراتها لخدمة المجتمع البحريني وبمواقفها الوطنية المشرفة وترسيخ قيم التواصل والتكافل التي تجسد القيم البحرينية الاصيلة التي توارثها الاباء ابناء عن الاباء والاجداد ونوه جلالته حفظه الله ان بلدنا البحرين كبيرة باهلها وطموحهم وهم حل تقديرنا واعتزازنا والمواطنين الكرام يحرصون دائما على خدمة وطننا وحماسهم لرفعته وان اهلها بمختلف دياناتهم ومذاهبهم موضع الاحترام والاعجاب من العالم لما تنعم به من تكاتف ومحبة عبر تاريخها واضف جلالته اننا نحرص على تقديم الافضل لاهلها في كافة المجالات التي تعلي مكانة وطننا ورقية واثنى جلالة الملك المعظم بالجهد الطيب الذي بذل في اعداد هذا الكتاب الذي يوثق مسيرة عائلة فخر في تاريخ البحرين الحديث ودورها في الحياة التجارية في البلاد معربا عن شكره على هذا الاهداء القيم هذا وقد اعرب افراد عائلة فخر عن جزيل الشكر والتقدير وبالغ الامتنان والعرفان الى المقام السامي لصاحب الجلالة على ما حظيت به عائلتهم من اشادة وتقدير وثناء من لدن جلالته دعين المولى تعالى يحفظ جلالته ويمتعه بدوام الصحة والسعادة ومنفور العافية لمواصلة قيادة مسيرة الوطن المباركة نحو المزيد من التطور والرقي والازدهار اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة